قطبية الماء يتكون جزئ الماء من ذرتي هيدروجين ترتبطان بروابط تساهمية مع ذرات أكسوجين وقطبية هذه الروابط تكسب الماء العديد من الخواص المتميزة القطبية معناها أن تقوم أحد الذرات ذات السالبية الكهربية العالية بجذب إلكترانات الروابط الكيميائية إليها وتكتسب بذلك شحنة سالبة جزئية بينما يكتسب العنصر المشارك معها في الرابطة شحنة موجبة جزئية في حال جزئ الماء تقوم ذرات الأكسوجين بجذب إلكترانات الرابطة التساهمية إليها وتكتسب شحنة سالبة جزئية بينما تكتسب ذرات الهيدروجين شحنة موجبة جزئية وعندها تسمى الرابطة بينهم بالرابطة التساهمية القطبية وحيث إن الأكسوجين يكتسب شحنة سالبة جزئية والهيدروجين يكتسب شحنة موجبة جزئية فإن هناك العديد من الروابط الفيزيائية تنشأ بين جزيئات الماء بعضها البعض وتسمى الروابط الهيدروجينية الروابط الهيدروجينية من الممكن أن تتكون أيضا بين جزيئات الماء وجزيئات مواد أخرى سواء كانت قضية أو أيونية ترجمة نانسي قنقر